أعلنت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية عن ضبط أربعة آلاف وستمائة وتسعة مخالفات ما بين فاتح يناير وعشرين مارس الجاري على إثر عمليات مراقبة الأسعار وجودة المنتجات الغذائية التي تقوم بها اللجان المركزية والمحلية. وأوضحت المديرية في بلاغ حول انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الوزارتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة أمس الأربعاء برسم شهر رمضان أنه من بين هذه المخالفات سبعمائة وأربعة وتسعون شكلت موضوع انذارات للمخالفين وثلاثة آلاف وثمانمائة وخمسة عشر تم إنجاز محاضر بشأنها وإرسالها إلى المحاكم المختصة وأسفرت هذه العمليات التي تقوم بها اللجان المركزية والمحلية. التي تترأسها وزارة الداخلية على مستوى العمالات والأقاليم عن مراقبة سبعة وستون ألفا وسبعمائة وأربعة وثلاثون محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة وبالتقصيد مما مكن من حجز وإتلاف مئتان وثمانية وخمسون فاصلة ستة وخمسون طن من المنتجات غير صالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمولة بها. وقالت المديرية إن اللجنة تواصل عملها بشكل منتظم طيلة شهر رمضان لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار. واجتمعت هذه اللجنة تحت رئاسة وزارة الاقتصاد والمالية وبتنسيق مع ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والانتقال الطاقي والمؤسسات العمومية المعنية.